إنقاذ طاقم سفينة الشحنة الإماراتية التي غرقت في الخليج نشر تلفزيون الإيراني لقطات توثق أفراد طاقم سفينة الشحنة الإماراتية الغارقة وهم يبدلون سيابهم في المدرية العامة للموانئ والشؤون البحرية بمحافظة بو شهر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم متابعين الكرام في البداية بنذكركم بالصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم انقلبت السفينة التي كانت تنقل سيارات إلى العراق وغرقت يوم الخميس الماضي بسبب سوء الأحوال القوية وعلى بعد 30 ميلا من ميناء عسلوي في الخليج وعلى متنها 30 شخصا تم إنقاذهم جميعا باستثناء شخص واحد سلم يا ربي سلم شكرا جزيلا دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر